في إطار تكوين الطبية المتواصل وتحت إشراف الجمعية الوطنية لأطباء الجلد نضم المؤتمر الوطني لطباء الجلد في طبعته الثانية وثلاثين بحضور معتبر لأطباء وأخصائيين جزائريين وأجانب الطب يعني علم والعلم يتطور وهذا يعني مجال لتعرف على ما استحدث في هذا الأوين وخاصة بأن هذه السنتين الجائحة لم يكن لدينا تقريبا حتى نشاط مدخلة قيمة وورشة ميدانية متنوعة لأخصائيين في المجال تمس عديد الأمراض الجلدية الشائعة سيما لدى المرأة أسبابها وكيفية علاجها سيكون لدينا الفرصة أن نتحدث أولا مشدرنا هذه الصابحة هو التحدث عن الشعر زائد عن المرأة أسبابه وطرق علاجه من وجهة أخصائيين في مجالات مختلفة سواء أخصائيين في الهورمونات أو أخصائيين في الأمراض الجلدية أو أطباء الذين يعتمدون على اللازير في إطار العلاج ضمان تكوين طبي متواصل للمختصين في المجال وتبادل الخبرات مع الأجانب أهداف رئيسية للمؤتمر ستسهم لا محالة في الدفع والارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية